بس أنت بقى كملحن متفرد برضو جداً حتى لو مغنيتش الأغاني يعني طعمك وجمالك مثلاً مع راغب علامة طب ليه؟ ما بيتغيرش؟ لا لا بحيث أنا دايماً ببقى عارف إن أي أغنية نجحة ما فيش ولا ركن فيها كان ينفع يكون مش موجود أي ولو تغير مكانه حد تجاب حد تاني عمر الأغنية ما تنجح هي على بعضها كده بتركيبة على بعضها كده فالأغنية بتاعة راغب علامة هي نجحة عشان هو بصوته عشان هي اللحنة كده مقام ومقام ومقاسه طبعاً بالضبط لا وأنا ساعتها كمان ما كنتش لسه لغنيت ولا عملت حاجة بس أنا كنت دايماً في وسط صحابي فلحوس قوي لإني كنت معايش على حياتي ما راملش حاجة عيل ساكن في عين شمس بس ما بيعملش حاجة غير إنه بيسمع بيسمع كل أنواع الموسيقى اللي في الكوكب هندي وأسباني ويوناني وألماني وكل حاجة في العالم فكانوا صحابي في المعهد يخلوني أعملهم شخصيات مثلاً شخصية راي شخصية أسباني شخصية مش عالي بإيه فجابوني في ألبوم راجب علامة كان هو بيغني أغنية اسمها سيد الغاليين أنا أعمل شخصية جزاري سيد الغاليين حبيبي وأعمل كده بإيه بصوتي الشخصية دي فروحت لنا رحت قلت لهم فروحت سمعوني الألبوم قلت لهم والله الألبوم يعني نقص أغنية فهو عايزين يعرفوا مين العيل الصغير ده اللي بيقوله ده راجب علامة يعني ده علامة هو الوحد فهو اندهش قوي يعني من العيل الصغير اللي بيقوله قلت له آه نقص أغنية هت قال لي وإنت إش عرفك بقى بالأغنية اللي هت ده بقى فقلت له أنا قال لي أنت بتلحن قلت له لأ ما بلحنش بس لو حبيت ألحن هلحن كلام ده أنا بقوله وهو عارف وكلنا عارفين وحدة مئة كنت حتخميسه وكل ناس كانت قادة فقلت له لأ لو حبيت ألحن هلحن في 24 ساعة يا سلام والله العظيم قال لي يعني أنت ممكن تعمل لي أغنية في 24 ساعة قلت له لو بكرة الصبح هتبقى عندك الأغنية اللي هي هتبقى الهت بتاعة الألبوم بتاعة حضرتك بتقول كده الراغب علامة والله العظيم بقوله كده في أوجه هو أوجه يا لأ أنت إيه يعني أنا طبعا أنا كنت عايزة أمشي معاه في الشارع بس مش عايزة أعمله لحن يعني ما كانش الهدف كده في العجام قال لي هو طبعا إيه كلام برضو يستفز مين دي يعني أنت مش حتى مش حتى صغير انت ليس ما بقيتش صغير في العجام إيه رح قال لي مش طب قوليك مني إيه هدي مبلغ كده المبلغ بصراحة دهون يعني لو عملت كده أنا رحت عادت ألحن من الصبح من بالليل لحد الصبح أيوة الكلام فيه الكلام أنا قلت بداية الكلام علشان هي الفكرة عندي جوا مخي إن في أغنية عايزة أسمع طب ليه كده تشغل قلبي وليد شعر يكمل عليها الكلام كتب عليها لولتها لولتها في نفس لا أنا خلصت في ساعتين خلصت وراء بعضه آه يعني قلت اللحن وراء يعني قلت كده على طول على طول متحة خميس شغل المقسوم شغل المقسوم طب ليه كده مفيش كلام ببقول اللحن ايو هو كتب علينا المهم غنين ايه وعلى الساعة نمنا على الساعة مثلا 3-4 كده اه قلنا له احنا معانا سيدي كان لسه السيدي كده معانا سيدي ممكن نسمعك المشكلة بقى الزكاء انا طبعا انا مش متوقع ان هو هيعجبه بالشكل ده اه يعني انا برضو انا عندي ثقة مهولة بس مش ايه مفاش ارضية يعني يعني ثقة هي مبنية على فراغ اه يعني انا بيش حاجة انا استند عليها روح تم مديره الاغنية هو طبعا من خبرته يعني يعني عارف يشوف حتى انك بدي حاجة عايزة اغيرها فرح هو قال لي لا 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 ما تتغيرش